وما قيله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب ومشقة فمنذ أن يولده في تعب ومشقة في المهدي يجوه ولا يشعر به أحد فيبكي ترضعه أمه وبعد يأتي الفطام وأشد عليه من السهام يبكي بوكان شديداً يكبر شيئاً ما يذهب إلى الكتاتيب إلى المدارس فصيات المدرسين تؤذيه بعد ذلك يدخل النجاح والرسوب والزواج والأنجب أم لم ينجب والوظيفة وسكرات الموت والمرض والضعف في تعب ومشقة